يحتفي العالم اليوم باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع وفي هذا اليوم تسعى الأمم المتحدة لتعزيز التضامن مع الناجيات اللواتي يعانين من وصمات العار المتقاطع والمتعددة في أعقاب العنف الجنسي بما في ذلك وصمة العار لارتباطهن بجماعة مسلحة أو إرهابية أو الحمل بسبب ممارسات الاختصاب وستنبه احتفالية هذا العام بالحاجة إلى اتباع نهج شامل مرتكز على الناجين وقدر على بناء قدرات الصمود لدى المتضررين والتخفيف في الوقت ذاته من مخاطر الصدمات والنبذ الاجتماعي ويضمن ذلك النهج سلامة ورفاها الناجين بوصفه أمر بالغ الأهمية